بسم الله الله مصلي وسلم على سيدنا ومحمد حبيبات السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغليات سجلتكم هذا الروتين من قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر لكن ريت رأسي تكلمت شوش دقيقة ديجيكم مقدمة طويلة لهذا حيث تهودر سموك الأندر مقدمة جديدة حبيباتي هذا الروتين بديت لكم اليوم من قبل صلاة الفجر ماشي تصوير تسجيل صوت والباقي غادي يكون روتين يعني في تصوير وتسجيل هو كان في قبل صلاة الفجر بعشرة دقيقة كانت تغير توقيت ديالها دائما بدقيقة والهذا دائما كان نزيد دقيقة كان قوم كانت نمشين توضع كانت نلبس لبس الصلاة كانت صلي سواء في بيتي أو في غرفتي يعني أو في مسجد البيت فاش كان صلي كان دير الدعاء أولا بعد ذلك كان ترحم على الموتاية وموتا المسلمين أجمعين موتانا وموتا المسلمين أجمعين وكان ندير الدعاء وكان شكر الله اللي أني يعني نعسته وفقت وكان شكره للنعم فاش كان صلي كان نقرأ ما تيسر من القرآن اللي قدرت عليه نقرأ وندير التسبيح وندير أذكار الصباح ونرجع ننعسي لما عندي شي حاجة بحيلا كان يعني دكش اللي عندي قليل ما شي شي حاجة كبيرة كان رجع لنعس واحد شوية رتاح حتى يتفاجأ لحد كان عندي أشغال وش حجرة عيد ممارات كان أبدأ قبل صلاة الفجر روتيني العادي عاد كان نمشي نجي نصلي عاد كان نكمل النهاري يعني من الخطرات رغني نفي قبل ونرجع نعس واحد شوية رتاح فيها المهم حبيباتي هذا الروتين هذا باش منطول عليكم يلا ومعايا دخلوا للروتين اليوم حيباتي هنا يا أول حاجة درتها هي قديت بيت نعاسي هويته طبعا بعد ما اغسلت بدلت حواجي مشط شعري كالبيت كيت هو ورجعت قديت وصديت شترجم لي أنه صعد عنها هذه الأيام مشيت الغرفة بنتي حتي هويتها وعطرتها لعينا بنتي مسافرة كينا عفت عن جدود الله رضا بسلامة ومشيت هنا يا كتشوفوا قاع الغرف النومد اللي طاجها دا في غرف النوم تشوفوا القطية الضروري وهو هذا الفوتاة اللي مغطينو عليه لأنه كي يخسر لي الفوتاة هاتو ما فتحت الباب لقد شويت الغوبر على السقطة مسحته غرفة بيت ولدي حتى هي نظفة ومعطرة المهم كل شيء الضرط بارك الله نقية هاتو الفوتاة هاتو ما كتشوفوه كنغطيهم على هاد القطيط هذا هاتو اللعب ديال وكل شيء ما خلت مرسلت لي هاتو القطيط ولكن كي يبغي هو غير الحوايج الأخرى الحمامات هاتو ما نقيين معطرين الفوتاة تنضاف هاد البوطا هاتو كانت في اسطاح كوزين اسطاح العاصيرات اللي كنت صاوبت تهبطهم تماما كان هبطهم يطاش بباريطاش رجعت هنا تشوفوا هاتو اللعبه هادرها المشيش أنا هاي باديك تشوفوني هابطة مع الدروج هادك لابت لكم ديال الاقتطيط كيلوحها كي جرعها هابطة مع الدروج لمحبه هاتو حوبيجات تماقس ينهبطهم هاتو كنت صاوبتهم هاتو كنت نشقى بها في الكوزينة في السطاح كنت مجددا من كنقل بساس تقريبا ملحا ملحا نكتبه العمل ملحا بمعطاء جميع الملح نحاول نفرق الأشغال في الأسبوع هنا الكاميرا وعليها الشيز هذا الرعا جاتني رغان نهضر لكم عليها السيجور جيل ديالي كتشوفوها هو نقيم مرتب الحمدلله كل شي بفضل الله سبحانه وتعالى ماشي بفضل نحن حبيباتي هي اهم شي حاجة حسبوا التوقيت اللي كتكونوا قلسين فيه مثلا عندكم كتغلسوا تفرجوا كتغلسوا على الانترنت كتغلسوا على بورتابل حاولوا تحسبوش حال ديال السوية كتغلسوا عليهم باش تشوفوا شحال ديال الوقت كتديروا الشغل ديالكم حتى هذيك الجلسة على الانترنت بزاف وعلى التلفزيو بزاف وفي الهضرة بزاف ركتتقل على الجسم ديالكم وكتخليكم ما تحسوا بالفشل حبيباتي لهذا حاولوا تقللوا من هذوك الجلسات اللي بدون فايدة ديروا فيها الاشغال ديالكم رتبي ديروا واحد البرنامج نهار تلاجة نهار تلاجة والميكرو نهار الارضية نهار نقي بجوش بلاكارات نهار طويل الملابس كل حاجة فرقية باش هكا تخفيف عليك الشغل هنا حياتي قمت تشوفو مشيت ديرت الميطيب بايت ندير الفطور ديالي ديرت الميطيب جبت واحد المرسو كنت دخلت الكوزينة من اللي صورتها لكم وحطيته من الكنجيلاتور حطيت واحد البوع ويذا ودرت الميسخة باش غادين نشرب قهيوتي هاد سيف هذا في واحد البوع قعدية لزيت غنحيده غايتصبن يعني غنطلع نصبن شي حويجات عندي فهذا النهار يعني الثلاثة غادين نصبنهم وغادين حاول ندير شي حاجة غفة نصبت الميطيب الفطور ديالي هنا غادي نقول لكم واحد الناصيحة اثنين ونهار الخميس بالليل كان في الليل كان نقرر لاني غادي نخرج واحد الصداقة هذه ما غير الصداقة اللي كان نخرجوها كل راس الشهر يعني فش كانت خلصوه كان قرر على اني نخرج واحد صداقة اللي يغلو ليداتي لالاموات ديالي وكان نحطها بالليل وكان قرر على الضغطين هادا ويعني صافي ديرتها ومتعودة هادا وكان نخرجوها الصداقة هادا هذا ماشي لذكر انني كان نخرج الصداقة ولكن نوع من خاصنا نفكره يعني الصداقة ماشي غير تندوز ونشوف شو واحد فاقير كي طلب هاداك هو طلبني وانا عطيته استجبت له لان الله سبحانه ركا تبعي هادا ولكن الصداقة اللي هي صداقة باش تفديك تفدي وليداتك تفدي أمواتك تفدي هي اللي تقولي غادي نخرج تقرري غادي نخرج واحد صداقة يعني بدون ما يمثلت الواحد المحتاج لدو هذا فقط للتذكير يعني حبيباتي مكنش يعني ناوية باش نتصور لكم هالتصور هادو كندرتم وغال صاحبتي واخوات الاختي وبنتي كنا كنا نضروف نضر معهم وصورت لهم ووزيتهم كنت نحطهم لكم طلعت صبنت الحواج ما عنديش بززاف يعني كينا غير بوحدي في الضار صبنت الحواجات دي الولدي كانوا خلاهم مسخين واسميتوا قبل ما كان صبراني سيقت سطاح انشرت هاد الحواجات وغصلت هاداك الجفاس طل ديال الجفاف وانشرتهم ونطلعوين شف مزيان وكان اصل الشطابة دياله هاداك الجفاف ديروا في الماكينة بجافي الكي ما وريتكم وانشرتهم وهبط حبيباتي هبط هاداك 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 الالغاليا هس هني جينا لبيت الخزين غاد ننظفوا بيت الخزين دابا هاداك هاداك تقريبا نقولون عشر يام أو مستعشر يوم صافي درت بالي غاد ننظف بيت الخزين غاد يخاصه كامر يتنظف وما بقاش عندي مصبرات كما كتشوف عندما تقديتش حواج خاصيني اللي كتدوني السنة وأكثر رجافي للسكر ساندة والورق ديال الدين ديال المطبخ نيدو وهاداك زيت زيتون وهاداك الكسكسو الخماسي غادي يمشو وهاداك نيدو غايمشو الواحد سيدة يعني بعضهم منها من قلمين وتقديتهم لها يعني غيرت سخرت لها صافي ماشي ديالي هاداك المقضية هذي غادي نحيي ذاكين تماكسكو الخماسي وغادي المهم هنتم مكتشوفو بيت الخزين ديالي غايتنظف تخبيلا خاصو هنتم مكتشوفو شوفو الرويل مرون صراح ما عرفت غادي غادي نخملو وليت غير كنجي كننحط كنهز هادا البوطة هاداك ترتالش كنت لاحظة طلعت عليها الفوق معنا قصيرة كنتظر عليها الفوق سلو كين في الكزينة همشي دابن نجيبو المهم حبيباتي هنتم معايا وغادي نبدو دابن نقوه نهبط الكاميرا وغادي نبدو ننقوه بيت الخزين حبيباتي هاني بيت الخزين غادي نبدو ما غادي نحط كل شيء ونرون علي لاني نتخذ ينطر وعندي بيت الخزين صغير يعني إلاجة نحط كل شيء غادي نتكرفص ويقدر يجيني شيء واحد على غفلة ما ترفشكن لهذا غادي نقوه جزء بجزء بحال الطريقة الغربية البنات اللي يقولون الطريقة الغربية يعني وش بتمشي كتابلة انا ربيت في الغرب لهذا كنتظر بطريقة الغربية غادي نقوه الكاميرا غادي نرسله وغادي تشوفوني وغادي تشوفوني امتنا نصرع لكم الفيديو حبيباتي هنا بدأت خمال جبت واحد البانيو جبت تشوفونا جبتت البونجة جبت الماء والخل باش غادي نمسح هذه التجيرات صراحة ماشي مكرفس بزاف يعني هذا الشرجام ديله ما نفتحو بالليل إذا كان نسخوه لحال نفتح الباب نخليه مفتوح على الدار هذا الشرجام اللي كتشوف في مبيني ودار اللي كاريه باش يعطيهم الضوء وديري واحد شرجام على الزنقة هذا الشرجام على الزنقة كلهم ديريهم القرياج من ديك الجيل عال الناس وديري القرياج للزنقة حتى لو تفتحها ذاكرا ولكن انا اصلا ما كان فتحوهوش درتو غير باش نبقى بحلاك اللي بيتخاوي او الدار خاوي اوش حاجة نخليها تهوه من دموع هنا يا حبيبتي كما تشوفوا طلعت اولا كنتشوفوا وجي وارم حس هذه الايام براسي عيانة صارح عيانة بزاف ولكن مع هذا كان كابر وكان وقف ولكن وجي حس بواحد لفاتيك وجي رعبال لكم وارم منفخ كان هكا كدير نهار كامل اوش مدة 4 ايام دابا المهم حبيباتي جزء بجزء كما قلت لكم نطلع على ذاك جابيل نحطه الفوق نخلي واحد اللي بيدو لتحت واحد كين في بيت الصابون هو اللي كان طلع اللي بيدو كان حييد منه ديال الحمامات كان حييد منه ربعات ديال القراعي بحلش نوريك ربعات ديال القراعي دياليترونس كان كل واحدة كان دير فيها كاس وكان عمر عليها بالماء كان حط وحده ثلاثة في ثلاثة ديال الحمامات كوزينة ديال كوزينة ديال كوزينة ديال كوزينة ديال كوزينة ديال إلا احتجت لها جابيل كنشد من هذا اللي بيدو كين الفوق كنشد واحد شوية وكنزيد له الماء هنا حبيباتي فتحت هذا الصابون هذا الفائز صراحة اول مرة سنستعمله بقي ما باش نعطيكم رأيي فيه سنجربوا الارخيص هذا ما تلي تعقلت بش حيشتريتونا ما حاله عندي البنات الي قللوا لماكنه أوتوماتيك رأيي عندي الماكنه أوتوماتيك رأيتكم بخطر رأينا في الفيديو صابون المهم اضعت عن تسطل سنقرد هذا الشيء سنقردها كما ترى وزيد من الكريم سنبديل وقت الخزين سنقرد البلاس المهم كان يسحوك شوية بشوية لكي لا نغبروش علينا وكي لا تشوفوش الماء قاطر ووالدك شاية تنقى المهم حبيبتي طلعت جافي طلعت هذا الصابون فوق من الفوق قدرت هذا الماكينة الاتوماتيك لقدم سأضع هذا الصابون وكانت معهم 1 لطر جافي وكنت شديدهم وكانت شديدهم وكانت شديدهم وكانت شديدهم وكانت شديدهم ورسلت لي صاحبتي الله يجازيها يخلي صاحبتي يخلي عائلتي ويخلي ولداتي ويخليكم اللي انتومة ويحفظكم من شيشين هذوك اللي بوات زوينين عندي في غرف النوم وفي الكوزينة عندي شديدهم من مرجان والله دبا ما تتعقل الثمن لاني شديدهم وكرا قلت لكم في حل الفيديو الثمن ديالهم زوينين الصراحة كل مريو ديال بيتي ديال بيتي ديال الولادي كامل ديال لهم هذو كل علف في مريواتهم يجمعون فيهم بالصراحة بزاة الأكسسوارات وهنا ديال فيهم بذلك شي ديال المحكد المعن الجيكستاد جفاف ديال فيهم بزاف ديال الحواج غادي نمسح تحتهم من قي نمسح غير الغطيات ديالهم نمسح غير الغطيات ديالهم من قيص صراحة بزاف هذا اللاصة اللي قريب الاسميته الشرجن مفتوء هذا مصخشو لكي ماشي بزاف مع انو رابطاش حالد ما مسحتوش يعني ما مسحتوش كان مسح غير الغطيات ولكن ما طلعتش مسحتو بحلاقة ديالك الجيهة ديال في واحد سطل في السكر مهرس الفوق في ديال القنت وديرال في شقوة السكر وديرال لهم سليفان باش ما يبردو لانه السكر باش ما يشرب شي حاجة اما هو ورا سكر خيب طعن عندك سنين ما يخسر لي وراه وغير ما تمسوش شي حاجة ما يشرب لك شي ريحة صافي فقط سليفان وقليته تم جمعت طلعت الورق اليوميوم سليفان وماذا هو اخرى سنطلع جيكس سنقل فيها ونراجع في الباطا هذه الليقات وليقات انا لم احصل معهم حبيبتي عندي الباكي شمية واحدة شمية واحدة وانتوما عندي مباكينة ما عنديش معاهم ما عنديش معا انو القطيطات مرة مرة يجرحوني فيديو ذلك الشيء كان اجيب الماكينة خلي ما نقدرش نعجين بدي جار حنين اللي كلاعب معهم أنا اللي كان نتحرج فيهم باش يبقى لما يجرحوني موما كيبغوش القطيطات موما كيبغوش القطكوة اذا اصبابوا يوجد مر Action هناك صابون الماعين هذه الصابون الأرضية مكسزوين وستشاره مكسزوين الخزامة مكسزوين المعطيرات هي مشروعهم المعطيرات تشارهون تكبيره قياس غلطايا و تعمري عليه بالمادافى و تتخليه و ترشي به يتعطير لك الدار و الفراش سنسولون على تعطير البطنيات الكاشة التي تصبنيها سنسولون على الخل في تشلال الحويج و ترطب الحويج و الفوطات الخل الأبيض من اللي تشلي به الحويج و تشلي بي الكواش كتدير الكاشة تنشف من اللي تقرر بتنشف بقي ما نشفت كاملة شدي واحد البخاه يجري فيها اي عطر عندك احتضي قوتة 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 و زيدي عليها الماء و رشيه الكاشة بقي راغنة شوية من اللي تكون مبللة حتى المالابيس إلا بغيتين العطور ديالك تشد فيهم والبخور يشد فيهم يكونوا مبللين إلا بغيتين العطر ديالك يشد لك في جسمك يكون جسمك مبلل راغن يعني جسمك راغن يشد لك العطر أحسن من لك تنشفانة إذا كنتين اشفانك متمشي ذاك العطور هناك عطرchemistry اضطروا prank وضعوا مرهات اضطق فيها سابونة Doge اضطق في هذه الخلال اشتركوا في القناة 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 يجب أن تكون ممسالة ويجب أن تقوم بتغذية الاغذائي هنا يوجد فتور المصابقة في الدار يوجد البرتقال و الفريز و الحامض يوجد صورة كتابة لكم غامق يوجد طويلة يوجد طويلة يوجد طويلة و الحامض و الزيتون و الحامض صبرت فيه كثيرا و الحامض يوجد طويلة يوجد طويلة يوجد طويلة ملح الملح الأبيض يوجد طعام يوجد طويلة ملح المغرب يوجد طويلة كورا و الحامض يوجد طويلة مغربة يوجد طويلة مرض أصبح طويلة مباشرة أدخل المفصلة يجب أن نصبغها الراسي و يجب أن تحكي بالكارط كامل و يجب أن نصبغها هنا قمت بجرنال و فرشت البوطات لأنه يصدوا لي في الضص و خمرة و موالوا هذا البيت كان في طابق السفلي و عندي الميديتي و أخطأ جديد لأنه يحضر الملح ولكن للأسف لا يمكنك أن نحضر الكاميرا يجب أن نصبغها يجب أن ترى ملح سوف ترى ملح سوف تسلك و أنه يحكي لكم الدسومات سوف تحكي لكم الدسومات سوف تشترون السفلي كما يكون السفلي هو سفلي و لأن الملح يحكي لكم الدسومات و لا تحتاج إلى السفلي كي بحالي لا درتي الصابون حبيباتي جربوه وشوفو البنات راها جربتو شو حل من بنتو واحدة الجزائريا قادت لك دارتو الفران قاعد الفران دي لكيش على غير الملح لدارت اقتصادي وساهل وما فيه لا ريحلة وشوفو صدب حلش كي حيد للأسف غير أنا ما قدرش لاني هنا ايا كان حضر الكاميرا باش متشدني كاملة باش شد غير اسمي تبار كلها انا عارفي اني غليطة وكان حضر وهذا الله ما سترزين صافي حبيباتي غادين شدو غادين نقلس شوية الكرسي غادين بقى نحكو لي انه الظهر عن هذه الحضراء كما نقدرش نحضر حكيتو كامل بسميتو غير بالملح والله العظيم مدرتو صابون غير الملح والله العظيم اللي قاعد كيش على هذيك البوطات تم خاوية حتى نعمرها مدرتش مع هادو هذك الجفاف درتو فشرا نيشكشتوني وصلتو هذك شي هببطو جففت بيه واسميتو مسحت هالسطولة كامل انتو ما تشوفو دبا غادين جفف دبا البيت غاديندخل دبا ذك شي اللي صبرت العاصر اندخله دبا نقاددو معي وخليت شي وحدات في الكوزينة خليت يمكن شي ستف الكوزينة تحت البوطاتجي باش هكا يكونوا قراب مني غير عقزت صراحة هراني قلت لكم هادو الأيام هادو الأيام هادو شوية عقزانة ولكن الحمدو لها كانوا تقلع لي قلت نقصتهم وخليتهم المهم هادو الايام هادو اللي طاجين وثيرات تشوف الفوق طاز الحلوة هنا احضرت الكريم شانتيه و الدورة الموس و الدورة الماء بشماء وزم العشوب دورت القهوة ودورت الفلتر وعليب الاشياء و هادو التماجل و هادو المعلبات الماشياء الزرابي إذا لديكم البقاعة في الزربية فرقوها مع بيكاربونات نقيت الكروسة فيها السيكان والتسوق يجب عليهم الحساب البصلة وبطاطق هذا البيدو الجافي لا يوجد البلاسات نقيت القريب ليلة قاعدة نقيت جافيلا يجب علي شهرين ونصف ولكن نخمي لدي شهر ونصف لدي تخمال الكبير الفراش والصابون لدي الكواش تصبون بجافيلا لا تكترون بشكل لكن ضروري تضيع جافيلا و يجب عليهم جيد طبعا إذا قدرنا جافيلا فراصكم بجافيلا كل ما يتباع في الغرب سوف تصل بجافيلا و تشلل المهم تكون تشلل مزيلا دخلوا و شوفوا و قروا عليها هنا العاصر اعزلته و هذا الكرموس التين و هذا كل اخر حطيته في و هذا هو البيت و هذا البيت و هذا التخميل منها البنات اللي قالوا منها يشوفوا بيت الخزين و منها هذا يستفضوا في التخمال و هذا القصري و هذا الغربال و 1 طبق و 1 طبق و 1 طواجن و 3 طبق و مقلات و 3 طبق و مقلات و 3 طبق و هذا خزين و ذاكي الخنشة خليت فيها الروز و لم يستسوص لأنه لديت الخنشة كبيرة و 10 كيلو و اجابت لي و اجابت خالتي هذا و اتبرعوا علي عائلتي بالحوت ماشاء الله سوف يفضلوا بيزاف و منها الله يجازي و يخير و يسهل عليهم و سهل علي المسلمين و قرأت واحد و قلت لكم الحوت و قلت يجاك الحوت لماذا انت في سوريا نحن في مغرب الحمدلله و الله يمساكننا لسوريا الله يفرج عليهم و يامن و مصر و كل البلاد العربية كاملا يفرج عليها ان شاء الله نحبوا الخير للناس كاملين حبوا الناس يحبوكم حبوا الناس و لا تبقوا يجرحوا الناس لأنه يجرحوا الناس لا يجرحوا الناس يجرحوا الناس لا تضربوا به و يجرحوا الناس و لا تجرحوا الناس اذا نحن علي حين احجبوك اذا و كل شيئ نتمنى حبيبتي هذا الفيديو و عجبكم إبتداد جزء يلزه الثاني لم يتلخزين فى تكميله الروتين لنهار سوف تتكلمون نحنى الثاني حبيبتي نعود النهاية ذلك الفيديو المهم قدرت روتين والنهار كامل ولكن جغي جاني طويل لهذا قسمتوه للجوج الجزء الثاني انتظروه بفارغ الصبر وما تدوش عليها قلت لكم هاد يومين هاديراني شوية عيانة واني بيكم وريني نحبكم كاملين